التغذية صم التغذية والوقاية من تغذيهم بايه الكنسر لأنهم يأكل ايه ويشرب ايه وي ويتغذى ازاي ويتعشazz وصور يعني الكانسر دوة يعني أهم حاجة في التغذية العادات الصحية السليمة في التغذية زي اي طفل إن إحنا يبقى كلها خضروات كلها فواaćه كلها حاجات طبيعية عن اللحم المصنعة عن السكريات اللي هي المصنعة cure كلها المشروبات الغذية الحاجات الفاس تفوز الحاجات المقلية كل الحاجات دي يفضل إن هي يعني ما ما تبقاش هو ده النمط بتاع حياة الأطفال وللأسف طبعاً ده إحنا بنشوف كتر جداً فترة هي مصيبة أه طبعاً أه طبعاً إنما إنما التغذية السليمة زي موت الحرك بتنفع كويقاية وبتنفع جداً برضو وقت العلاج نفسه وعشان كده يقوم مخطم وازي برضو للعلاج مع الطب النفس فدي الحاجات المهمة جداً طيب إيه أكتر السرطانات شيوعاً بين الأطفال ده سؤال وتاني حاجة إحنا عندنا البرسابشن أو الفكرة بتاعت إنه ما بيخفش يعني حتى لو خف دلوقتي هيرجع تاني كمان شوي هل ده مفهوم صحيح ولا غلط خالص والله إحنا الحمد لله في مصر من فضل يعني في الأوران بالذات الحمد لله لنا يعني صبت في حاجات كتير الحمد لله رب العالمين وتقريباً يعني بنفس الأمور العالمية في مجال الأوران بالذات وطب الأطفال يعني من فضل الله ثقافة إن إحنا مثلاً خلاص هو جلو كانسر يبقى لقرض الله في حاجة لا خالص بالعكس والله في حالات كتيرة جداً 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 إزا بروحك معدل الشيفي بعد تسين في المائة